قالت الولايات المتحدة وفرنسا وتسع دول أخرى إن التغير المناخي واستمرار استراع والنزوح وزيادة الفقر جميعها تساهم في تدهور الوضع الأمني والإنساني في اليمن وأشار البيان المشترك عن الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى أن استراع في اليمن أدى إلى نزوح أكثر من أربع مليون ونصف المليون شخص بالإضافة إلى أدرار كبيرة في البنية التحتية وإنهيار اقتصادية يعاني منه 18 مليون يمني جراء عدم الأمن الغذائي والحاجة إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة وحذر البيان من أن تؤدي التغيرات المناخية وارتفاع السطح البحر إلى تسرب المياه المالحة إلى مصادر المياه العضبة في المناطق الساحلية في اليمن الأمر الذي يفاقم من مشكلة مياه الشرب النقية كما ذكر البيان مخاطر الألغام المجروفة مع مياه الأمطار والفيضانات وتزايد خطر انتشار الكوليرا من خلال تلوث مصادر المياه وتدور الأراضي الزراعية بسبب شدة الأحداث الجوية المتطرفة في اليمن والتي بدورها تزيد من إنعدام الأمن الغذائي في البلاد ترجمة نانسي قنقر